موسيقى انت رفع اليوم شعارة تجهيزات الموجهة لقمع الاحتجاجات وجودها لمحاربة الارهاب افضل فالسر هالي هذي شو معناه؟ انا مواطن حي التضامن وانا عينت قيمة التجاوزات وتجني على حي التضامن قديش معناه هتمارس علينا من قمع شنو عينت؟ المظاهرات الليلية كل اللي كانت في اغلبها سلمية الا باش من نجنوش الليلة اللولة صار معناها خلع زوز مؤسيت وكانت حاجة شنو خلع شنو؟ عزيزة وديستريبيوتور بتاع بوستر يعني سرقة بنك وسرقة مغاز معاك هنا في ذي وذي كان في النهار الاول لكن ما نظروش للخمسة والستيام اللي كانت المواطنين تخرج سلميا وكانت تظاهر تقريبا في شارع ابن خلدون اللي هو مجهز بالكاميراويت وكنا نعرفه اللي وزارة الداخلية قاعدة تتفرج فينا في التاريخ اذاك كنا صورت في حي التضامن اللي يلي كل فما تكسير وتخريب ورشق بالحجارة سمحني موجود موجود فما مواجهات بين الامن زيدا لانو الامن زيدا رد بطريقة عنيفة وكان الجاز يدخلون لديار اشمعنيها فما مواجهات هل المواطن يواجه الامن مش واجه هذي مش وظيفة ولكن زيدا الامن كتخرج ناس سلمية في شارع كبير وفي شارع ابن خلدون والشارع مئو وخمسة ولا شارع مئو وستة ولا تكسر لا تعمل في حد شيء خارجة تعبر على رفضها منذ البداية فما رشق وضرب وتكسير موجود وبصور وانا نكلم في كنتي باش نعدي لك الصور موجودة انا نعرف زيدا وانا مول المتساكنية حي تضامن وانا اول شارع ابن خلدون ونعرف ونعرف اللي كان يسير وقت تدخل الدبابات اللي داخلوها والمدرعات اللي يجابوها معناه اللي قمع ويقول لك بره يروح شد دارك كذا وكذا وكذا من امك زيدا وقتها تلجز الشباب وفاما ولي كانوا يجز كونهم هم تي شباب صغار سينورما بشي جارات الفعلة ذيك وقت تسمع لكلامة ذيك سينورما بشي جارات الفعلة ذيك سمحني وانا نعرفك بالوجه من دفع على كالي رفع مثل هذه الشعارات او بشي مقول لك على الشيء ذي اذا اصدقني كتبته وبنتي عمرها خمستاش سناء ومعندي علي حتى فكرة وقت لي بابا هزو لي روح جمعة الفات كتبته وفكوهولي هزولي للمظاهرة متاع اليوم بنتك عمرها خمستاشر عام وتطبع وتعرف فامة مظاهرة اليوم تعرف اللي فامة مظاهرة بتاع اليوم وانشالا بعد شوية تشوفها وجمعة الفات كتبته وفكوهولا وعاوة كتبته جمعة ذية وقت لي بابا هزو شو تخدم انت سمحني نعم نخدم عام اليومي شوف نسلك سؤال واليوم انت خارج اي وانا ريت اللي قاعد انت تهزوا اليوم ريتهم اللي بي رح يدور في الفيسبوك هل انت صديقي العزيز مخول اليوم باش تخرج للناس تدعى الناس يقول سمحني تدعى للرقفة بالبلاد هذية والابتعادة عن المشاكل ولا لتأجيج لا لا مش لتأجيج انا رقفة بالبلاد هذية انا رقفة بالبلاد هذية هيتضامن وقت يخرجنا بمظاهرة سلمية اللي يقع قمها في النهارة اللي يقع قمها في قصر سعيد شبهمهم حيتضامن نحن مواطنين غير ربوع منشاركوش ومنعبروش على رأينا وميخلونيش مظاهرة معناها كانت معلنة وكانت محترمة وكانت مضبوطة ويعرضونا في قصر سعيد وميخلوش نوصلوا المجلس النويب لماذا لماذا لانهم لحياة شعبية يعتبرونا مواطنين غير ربوع مانيش نيس مانيش نعبرو على رأينا نحن نعرفو نعبرو على رأينا سبعين بالمئة من عوان الامن اللي يخدموا في تونس العاصمة تقريبا هما من الحياة الشعبية من المنين شلو الزرق بينك وبينك برأي موليد حومتي رانا نقعدوا في فرد قهوة مع بعضنا ورانا نحكيه ورانا نجدوا على الوضع الكل وران نعرفو بعضنا ولدي هم هم اخي بانك شفت حدث بنا في قطاع احنا معا لانا نقعدوا في فرد قهوة ونقعدوا في فرد طاولة وانا صديق وسالة سالة نترشفو القهوة مع بعضنا ونقعدوا في راس الناج مع بعضنا وللاسف وقت لجيه الاوامر ووقت للي يلبسون ازاي وأنا نعرف اللي هوما يخدموا سؤال اخير شنو العلاقة بين الارهاب والعمل الامني شنو الوجه احنا وقت ليتمثل الامن نحنا نتواجعوا نحنا نتواجعوا في ديارنا رو مش صحيح رو 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 ريتمك لحومة ذوكهم هم يبكيوا رو ولد حومتهم اللي يموت رو بلكش تحسبوا رخيص عليهم مواش رخيص شفت انت متناقض في كلمك بينو الحوار انا نعرف اللي الامنيين هم بيتم يتعرضوا الضغط من السياسيين من منظومة الحكم نحن نعرفوا اللي هذوكم هم تهربش متهربش لا 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 سمحني لا ما ليش ارام سمحني هبت لوحة متاعك وفسر هيلي شنو معناها شوشي معناها فاسر هيلي قراءة وفسر هيلي قلت هيلك تعاودة قراءة وفسر تجهيزات المو الموجهة لقمع المظاهرات تمشي لمقاومة شو ما التجهيزات المدرعات لي جبوا منها هاي تضامن الكرابة بتاع الامل بالطريقة ذيك هذيك متعرهب تواجه وتعاون اي نعم في حي تضامن لو كان في مني جاءت المعلومة وينصوا للحوم وكذا تويقتعوه الارهاب امامين الصلوش يوجهها لحواجة اخرى شنية التجهيزات اللي نرم المواجهة للمواطنين اللي تم توجيها لحظة صديقي ايه التجهيزات هذيك اللي شفناها بالاف ولا بملايين الدينارات كان بالامكان توجيها سواء لشراء تجهيزات لمحاربة الارهاب او كذلك في هذه الجائحة التي قسمت ظهر الشعب التوسي كان بالامكان توجيه الاموال والاعتمادات الى اللقاحات اللي قاعدين نشوفوا ابناء شعبنا كيفاش قاعدين فهمتني ولا لا كل يوم كل عائلة تفقد في ناس عزاز عليها فهمتني صديقي علش ما قتليش السيارات الفاخرة متاع المسؤولين علش ما قتليش الحاجات الزايدة لمشي الوزارات اخرى تمشي لجائحة كورونا انا بطبيعة الحال لن تستدرجني ثق ثقة عامية فهمة السياسيين فهمة فساد سياسي فهمة فساد مالي لماذا تأجيز العلاقة بين المواطن والان فهمة ذكرى ذكرى عزيزة على التوانس على الاحرار تونس هي ذكرى وفاة الرفيق الشهيد الرمز شكري بالعيد وقت للناس مش تهبط ومش تظاهر ومش تعبر على صوتها ما فيما يسيره على بين امني ولا بين المواطن عادي ومانتي تعرف تونس فين مشارك لكن الشهيد بالعيد كان يحذر من اطراف اخرى لم يحذر من الامن التونسي لم يتحدث لا من قريب ولا من بعيد مع هذا الموضوع الامن التونسي هو ابن الشعب علاش السياسيين يحبوا يحطونا في مواجهة مع الامنيين الامنيين هم ابناء عامنا هم اخوتنا هم اصدقائنا هم شركائنا في هذا الوطن ولكن السياسيين يحبوا يجعلوا منهم حطبل المحرقة ابناء الشعب من المعطلين والمهمشين والمفقرين وكذلك من ابناء الشعب الامنيين اللي هم اخوتنا اللي هم افماش عائلة تونسية ما فيهاش امني صديق اليوم خلينا مدامنا دخلنا نحكيه على الشهيد بالعيد بالعيد ثماني سنوات والناس تمتظر في حقيقة من قتل بالعيد يظهر لي السؤال الذي لم نتوصل اليه الى اليوم من قتل بالعيد اليوم القضية امتعه مفاتيش التطور الابتدائي ما زالت في الرفوف وما زالت قيدة تحقيق ووجهت لمسارات حتى لا نصل للسؤال من قتل بالعيد شنو رأيك في هذا الموضوع لو كان جاءنا قضاء مستقل كان بالامكان يكشف على حقيقة اغتيال الشهيد الرمز السكري بالعيد لان وجه الحقيقة ما عليه نقاب الناس الكلة تعرف اللي للأسف الشديد ما عنيش قضاء مستقل هذه حقيقة والخاص والعام في تونس يعرف كيف تم توجيه ما صار القضية سواء الشهيد شكري بالعيد اللي هو اليوم ذكر وفاته ولا الشهيد محمد الابراهمي رب يرحمهم واللي كان عندهم طرح كان عندهم رؤية كان عندهم موقف اللي كان يحدث في ذلك الوقت وكيفاش تم توجيه الثورة التونسية اللي وقت لنزلوا شباب تونس ذات خريف ونادوا شغل حرية كرامة وطنية بين عشية وضحاها واللينا نحكيه على الهوية ومسألة الهوية ومسألة وكأني بالشعب التونسي قبل أن يأتي هؤلاء ما كناش مسلمين وما كناش نشاهدون وحده وكأنهم جاءوا لفتح تونس من جديد وهي مغالطة كبيرة ويعني أتم توجيه الثورة التونسية إلى مسارات بعيدة وبعيدة جدا عن المطلب الحقيقي والمطلب الرئيسي للشعب التونسي اللي هو الشعب يحب الحرية يحب يعيش حر يعيش مستور شعب بسيط هو شعب محب للحياة هو شعب الشابي وشعب الطهر الحداد وشعب ابن خلدون وشعب هؤلاء العظاماء ولكن تم توجيه مسار الثورة نزيد نعاودها للأسف الشديد وفم ناس من السياسيين الأغبياء اللي يمشاوا في ذلك المسار بدورهم ونعرفوا اللي صار بعد 2014 ونعرفوا صقف الشعب التونسي وطموحات الشعب التونسي بعد 2019 وانتخاب الأستاذ قيس سعيد وانتخاب الرئيس قيس سعيد ولكن وكيفاش نعرفوا ذلك الرجل حتى واحد ما نجم يشكك فيه اللي هو إنسان صادق وإنسان نظيف وعلى أقل فم اتفاق على مقاومة الفساد كيفاش تم فمتني توجيه رئيس الحكومة الحالي يعطيه الصحة وكيفاش نمشاه وشنوه نحن تول بلوكاج اللي صاير في البلاد شكون كان السبب فيه الرئيس الناس الكلة تعرف دائما نرجع لك للسؤال الجوهر من قتل بالأيد من قتل بالأيد هذه إذا كان جاء عنا قضاء مستقل إذا كان جاء عنا قضاء مستقل هي باي لحظة المسؤولية السياسية فعلا تتحمل حركة ابنها ذهي اللي كانت حاكمة في ذلك الوقت ومعناش قضاء مستقل مازال رجع عنا للأسف الشديد قضاء التعليمات فماش قضاء مستقل وين هو القضاء المستقل نرجع احنا دولة نعتبره في رواحنا متقدمين مسار قضية يبقى ثمانية سنين كاملة متقدمين بين قوسين من تحركوش نحن نحكين كله متقدمين بعد 2011 سامحني راهوا في كل المجالات وفي كل الميادين تقريبا تقهقرنا في كل المجال الصحي شوف كيفاش يعني كارثة شوف التعليم شوف كل شيء تقريبا كل المجالات متاع الحياة متاع التونسي تحس فيها تقهقر والتراجع للأسف شديد والمسئولية السياسية بدرجة أولى على الناس اللي حاكمت بعد 2011 وهو الحزب الحاكم وحركة النهضة واضحة المسألة ما فيهاش حتى اختلاف خلينا نسألك سامحني عشر سنوات هل تعتبر أنه في تونس ماشيين في سياسة التعويم للقضايا اللي نرمال مو نحلوها احنا قاعدين نتقدموا في الزمن ونتأخر برشا في كل المجالات على خاطر للأسف الشديد هيرا ونرجعوا النظام السياسي الذي تم اختياره للشعب التونسي هو نظام هاجين له رئاسي وله برلماني حتى يقولوا نظام برلماني ما هوش برلماني هو نظام مجلسي اللي مشاوا بيه في المجلس الوطني التأسيسي واستأثروا بالسلطة كملوا به وكانت سياغة ذلك الدستورة الأعرج واختارونا نظام سياسي أعرج كذلك على نفس الشاكل ما فماش يكون يحكم السلطة التنفيذية برأسين ومجلس نواب الشعب واللينا حتى ينخرجوا في وسائل العلام نحكيوا عن الرئاسات الثلاث هذه بدعة حتى في التجارب الدستورية المقارنة ما فماش الرئاسات الثلاث إضافة إلى النظام البرلماني إلى النظام الانتخابي النظام الانتخابي ما يعطيش أغلبية لشكول اللي بيش يحكموا ويتحمل المسئولية من بعد بيش تحملوه المسئولية هكا ولا لا فالانتخابات نورمالمان اللي تجي من بعد يتحمل ذلك الحزب المسئولية هل هم يحكموا ويجيبوا شكولوا معهم فم مثل شعبي يقول لك لتكواء المرة الأولى وتعاود المرة الثانية ما عاش يحس ما عاش يهمه اليوم حكينا على الانتخابات سمحني 2014 قلنا تتبدل جينا 2020 2019 قلنا تتبدل لكن ما تغير شيء فم المال السياسي الفاسد وفم الاعلام كذلك النزه بعض وسائل الاعلام ولكن انتي تعرف حتى وإن حشرتني في الزوء نا صديقي معظيرة تلعفو نزه بعض نا اي لنا نزه البعض فم بعض وسائل الاعلام اللي انتي تعرف هل يعقل أنه قناة تلفازية مخصصة توري فينا في الحملات متاع ما يعبروا عنه سامحوني بالفرنسية الكليونتاليزم الزبونية ناس تفرق في الكرادن نهار كامل فم أحزاب أخرى ربما وفم في المقرونة اي تفرق في حزب المقرونة مؤكد اي وفم مال سياسي وفم هكا القناة يومين تورينا في الكرادن وفي الحملات وفي كذا بينما فم ناس أخرين من أبناء الشعب الكرادن اختفت بعد 2019 للأسف شديد باين اللي هي زبونية اللي الناس ذي كانت غايتها الوحيدة كونهم يوصوا للسلطة وهو من قبيل استغباء واستحمار الشعب التونسي للأسف الشديد يعني وظفوا الوضعية الاجتماعية الهشة بتاع الشعب التونسي باش ياخذوا أصواته وباش مبعد يطلعوا المجلس نواب الشعب اللي الأصل في الأشياء باش يدافعوا على يدافعوا على الشعب ويلامسوا همومه ومآسيه في كل في كل مناطقنا وأبناء شعبنا وأهالينا في كل جهات رهم يعانيوا وحتى في أحزمة الفقر بتاع العاصمة وتاع المدن الكبرى ولكن وسائل الأعلامة ديكة تم توظيفها باش ناس توصل للسلطة وهنا قاعدين نشوفه وقاعدين نعانيه ونشوفه وين وصلنا خاصة بعد انتخابات 2019 التشريعية أقول جيدا صحبي بدلت طوال يوم يضرني الشعاريخ لا لا بدل حكام بلادي مع دومي الأمانة في دمائهم تجري الخيانة اش معنى يا صاحب ناسة هما انتخبناهم جاءت ثورة باش تقطع مع الماضي وواصلوا في نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية اللي معناها خلقت البطال وخلقت الفقير وخلقت الحياة الشعبية وخلقت التهميش واصلوا فيها هم وواصلوا في نفس الخيارات تقول لي بصراح هذي أشكر كتبها لك يا سيدي وشهرة في كتبتهم بنتي هذي وهذي كتبتهم بنتي واضع مش نفس الخط صدقني نفس الخط صدقني نفس الخط انو منيتي انتي تعمل مع انترفيو تسلي لسنا دومتو جوب